فقرات يعدها الوعظ ملغمة يتضمنها قانون جرائم المعلوماتية المطروح للنقاش والتصويت في البرلمان لانطوائها على إجراءات تسلب حرية التعبير من المواطن وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات وصفها متخصصون بتكميم الأفواه القانون الذي غير اسمه من الجرائم الألكترونية إلى الجرائم المعلوماتية أبرز ما تضمنت إضافته بمسودته التي يراد التصويت عليها في البرلمان يتضمن فقرات حرية الوصول للمعلومة ونوع المعلومات المسموح بنشرها وتعريف معنى التشهير الذي يراد له أن يكون واسعا من أجل منع الناشطين والباحثين والصحفيين من الحديث عن جرائم الفساد والانتهاكات الحقوقية سواء للأشخاص أو الأحزاب والمسؤولين من وجهة نظر الناشطين الإنقسام حول القانون داخل البرلمان يكمن في أن القوى الداعمة للقانون تسعى لأن تكون هناك تعديلات شكلية عليه تسهم بتمريره على عكس الرافضة التي تسعى لتعديلات جدية ببعض فقراته ومنها ما يتعلق بموضوع الأدلة الرقمية التي تحتاج إلى خبرة في مجال المتابعة وفقرة منح الأجهزة الأمنية صلاحية التنصة بدون أمر قضائي والتي تعد من الفقرات المثيرة للجدل وبصورة عامة فإن أهمية القانون ترتبط من ناحية تنظيمه بالتعامل القانوني مع المخالفات الألكترونية المسار والآلية يحددانهما التوافق البرلماني بضرورة وجود المباركة الشعبية سل البياتي العراقية الإخبارية